بالنسبة لموقف الجماهير كابتن محمود الخطيب الحياء كان لها تعليمات بشكل واضح وصريح النهاردة بيدعو الجماهير المصرية في المغرب لحضور النهائي وحقول لكم ان النادي بيوجه الدعوة لكل جماهير والجماهير المصرية المتواجدة في المدن المغربية لانه فيه ناس جاءت يقوصي من مدن ناس جاية من اوروبا وناس جاية من دول عربية مجاورة على الدار البيضاء دولة خالد مش جايين من خلال شركات السياحة من هنا عندهم مشكلة حيلاقوا تذكر منين فحسنا فعل النادي لالي بتوجيه الدعوة من خلال الكابتن الخطيب لكل الجماهير المصرية اللي حتى تواجد في المدن المغربية سواء هم مغربة اهلوية او اسر مصرية عيشة في المغرب او مصريين وافدين على المغرب من دول اخرى غير مصر لحضور المباراة وقال لهم انه من يرغب في تلبية الدعوة لمؤذرة الاهلي في هذه المباراة عليه ان يتوجه الى منطقة اوزيس اوزيس ده فيها مركز تدريب لنادي الرجاء في الدار البيضاء في اوزيس هيتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب جواز السفر المصري بتاعه يعني هيروح لمنطقة اوزيس اوزيس ده مقر للنادي الرجاء من خلاله من خلال مكتب فيه الجانية المصرية هتتسلم بالبصبور تذكر حضور المباراة من خلال النادي الاهلي ده لتسهيل المهمة على كل الجماهير المصرية اللي بتتواجد في الدار البيضاء يعني اعتقد ان ده شيء كويس ومهم جدا الاهلي يعني يبقى بيتحرك في موضوع التذاكر بيسهل على جماهير وبيسهل على النادي غير ان الاتحافيقي اعلن ان التأشيرة والتذكرة من المطار اعتقد ان العمل اهلي ده جيد بحيث ان لو اي حد دخل من خارج البعثة المطرية ودخل موجود في المغرب هيقدر يروح ياخد تذكرة من هناك بسهولة اعتقد ده امر جيد ومهم جدا التذاكر لكن الحقيقة ان عملية توزيعة التذاكر كانت غريبة جدا ها